الشريط العازل شمال سوريا على رأس مصالح واشنطن في المنطقة صحيفة وول سريت جورنال كشفت عن مقترح أمريكي جديد لإدارة هذه المنطقة ومن شأنه طمأنة تركيا والكرد المتحالفين مع واشنطن على حد سواء الولايات المتحدة اقترحت تشكيل ائتلاف دولي يدير منطقة عازلة شمال سوريا تتعاون فيه كل من بريطانيا وفرنسا وأستراليا المنطقة المقترحة تمتد لثلاثين كيلو مترا داخل الأراضي السورية وتمتد من شرق الفرات وصولا إلى الحدود العراقية السورية بحسب المقترح ستخرج الولايات المتحدة من سوريا وتتمركز في العراق وستكون مسؤولة عن تقديم الدعم اللوجستي مثل إجلاء المصابين أو الرد السريع بالطائرات من دون طيار تقول صحيفة ورسلي جورنل إن الأكرادة رحبوا بهذه الفكرة وفضلوها عن منطقة عازلة تديرها تركيا أما المسؤولون الأوروبيون فما زالوا يبحثون الاختراح وإن كانوا يميلون إلى رفضه الصحيفة لم تذكر أي تواصل أمريكي روسي حول هذه الفكرة وهي أصلا تتعارض مع ما طلبته موسكو قبل أيام بإعادة تفعيل اتفاقية أضنى بين تركيا وسوريا التي تجعل دمشق مسؤولة عن منع الأنشطة الكردية المعادية لتركيا داخل سوريا وتقر تنسيقا أمني مشتركا بين الجانبين بمعنى أن روسيا لا تريد أي وجود تركي أو غربي على أرض سوريا يتزامن ذلك مع طلب روسي بسحب القوات الأمريكية من قاعدة التنف العسكرية جنوب شرق سوريا وتسليمها إلى النظام والاتجاه لفرض سيطرة مشتركة روسية أمريكية اشتركوا في القناة